كيف أحسب زكاة الذهب؟ لابد أن نعلم أولاً أيها الإخوة الكرام أن الذهب أنواع هناك الذهب عيار 24 وهناك ذهب عيار 21 وهناك ذهب عيار 18 وعندما نقول أن الذهب إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وهو 85 غرام فنحن نقصد بذلك الذهب من عيار 24 لأنه ذهب خالص نقي فلو افترضنا مثلاً أنه يوجد عندي 100 غرام من ذهب عيار 24 وأريد أن أخرج زكاة هذه المئة غرام الطريقة سهلة نذهب لنعلم كم سعر إغرام الذهب اليوم ولنفترض أن سعر مثلاً 30 دينار أردني نضرب 30 أو 100 غرام الموجودة عندي في 30 دينار أردني فيخرج المجموع 3000 دينار أردني الآن أعاملها معاملة زكاة المال 3000 دينار أردني نقسمها على ربع العشر 2.5% أو على الطريقة السهلة على 40 فيخرج الناتج 75 دينار هذا زكاة الذهب هذا إذا أردت أن أخرج عنه مالاً أو قيمة أما إذا أردت أن أخرج من نفس الذهب فإن أقسمه على 2.5% فيخرج كم غرام موجود زكاة الذهب طيب الآن لو عندي أنا ذهب عيار 18 أو عيار 21 هل أعامله نفس الطريقة؟ الجواب كلا لا يجوز أن تعامل عيار 21 أو 18 من نفس الطريقة لأن هذا الذهب ليس خالص وإنما مخلوط مع معاد أخرى إذن ما هي الطريقة حتى أعرف كم يعني يوجد عندي غرام خالص من هذا الذهب عيار 21 يعني مثلاً لو أنا عندي 90 إغرام من الذهب عيار 21 هذا لو مثلاً عند إنسان جاهل يقول هذا تجب فيه الزكاة لأنه بلغ النصاب وهو 90 إغرام وهذا خطأ الآن أنا عندي 90 إغرام ذهب عيار 21 أريد أن أستخلص الذهب الخالص من هذه التسعين إغرام الطريقة لمعرفة ذلك أن نقوم بضرب التسعين إغرام في قيمة العيار وهو 21 تسعين إغرام ضرب 21 فيكون المجموع 1890 الآن هذا المجموع هذا المجموع أقسمه على 24 وهو عيار 24 وهو الذهب الخالص النقي أقسم هذا المجموع على 24 فيخرج الناتج يعني الذهب الخالص وهو العيار 24 فيكون 78 إغرام إذن لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة كذلك مثلاً الذهب عيار 18 أنا عندي مثلاً 90 إغرام ذهب عيار 18 أقوم بضرب التسعين هذه في 18 وهو العيار 18 فيخرج المجموع 1620 هذا أقسمه على 24 وهو عيار 24 الذهب الخالص النقي فيكون المجموع 67 إغرام ونصف إذن لا تجب فيه الزكاة فلذلك أيها الأحبة فرق ما بين الذهب عيار 24 والذهب عيار 21 أو 18 وإذا كان مثلاً عند هذه المرأة ذهب مخلوط شيء 24 وشيء مثلاً 21 و18 تقوم بهذه العملية حتى تستخلص الذهب الخالص من مجموع هذا الذهب فإذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة وإن لم يملغ النصاب فلا تجب فيه الزكاة فتنبهوا لهذه الطريقة بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر